هي متوفرة مئة بالمئة هل نقصتوا شيئا في التزويد بالوقود طبعا نعرف باللي ربما حركة النقل انتبعوا حركة النقل في البلاد ربما حركة النقل في البلاد خفت بكثير لأنه المواد يعني الشاحنات الحافلات هما اللي يكونوا ربما يستهلكوا كثير من الوقود وبالتالي هادو مامش يسيروا في الطريق وبالتالي أعتقد أنه مهمش يطلبوا التزويد بالوقود لكن كيف هو الآن حال محطت هل عندنا ربتور ولا عندنا نقص ولا الارقاب ربما نتبعوها ساعة بساعة واليوم نقدر نقول لك بلي حتى البارح الاستهلاك تعمل مدة الوقود في محطة البنزين نزل بحوالي 20% في المحطات وتتفاوت ما بين ولاية وولاية ولاخذينا ولاية العاصمة رايحة حوالي نزل بحوالي 36% ولاية البليدة أكثر من ذلك كان ولايات لي في الجنوب لي ما كانش انخفاض كبير في الاستهلاك لمازال الحياة تقريباً عادية المواد متوفرة عبر التوارب الوطني كل مواد الوقود بأنواعها قارورة الغاز البيطان متوفرة وخاصة في هذه الأيام نشاهده يعني موجة برد ونفطال قامت بدي تأبير العزمة حتى توفر هذه المادة في كل أرجاء الوطن ومن السهل أن تبرهنوا على الكلمة التي نقول فيه في كل منطقة من الوطن كان هذا غاز البطان ونقوم بتوعية حتى ما تكونش مضاربة نوفروا فيه حتى الأماكن الباعدة حتى ما يستغلش بعض الناس يعني هذا الظرف هذا باش يقوموا بالمضاربة ونقول المواطنين ولا شافوا مضاربة لازم يبلغوا عليها لأنها قارورة الغاز بعملتين دينار ولازمش يكون أغلى من هذا